اختار المهاجم الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة قميصه الذي سيحمله مع ناديه الجديد فولسبورغ الألماني حيث سيرتدي القميص رقم 9 كقلب هجوم حقيقي بعدما كان يلعب في ناديه البلجيكي على الأجنحة وقبل التفاصيل لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو والتعليق وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد إذن أكدت مصادر إعلامية بلجيكية في آخر أخبارها أن النجم الجزائري وإبن جيجل محمد الأمين عمورة خضع للفحص الطبي الروتيني الذي يسبق توقيع العقد رسميا وسيعلن النادي الألماني إتمام السفقة خلال الساعات المقبلة حيث سيحصل الفريق البلجيكي على 17 مليون يورو مقابل رحل نجم هجومه الأول بعد موسم واحد مع النادي وكان مهاجم نادي سانجلواز البلجيكي قد أغلق الأبواف جميع أندية منافسة دولة الإنجليز الممتاز التي كانت ترغب في التعاقد معه وفي مقدمتها نادي ليفربول الذي كان يريده لخلافة المصر محمد صلاح الذي سينتقل بنسبة كبيرة للدور السعودي ولكن عمورة فضل عرض النادي الألماني عن الإنجليزي وحسب موقع لغازة ديفونك فإن عمورة أرد ضمان مكان أساسي قبل كل شيء ولو في نادي احتل المركز الثاني عشر الموسم الماضي في الدور الألماني ثم التأكيد في مستوى أعلى حيث يعلم أنه لن يكون أساسيا في ليفربول من البداية وأنتم مشاهدين ما رأيكم في اختيار عمورة لمستقبله الكروي شاركونا في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد